مولانا الأستاذ جمعة من كفر الشيخ كان بيسأل عن صلاة التسبيح هل أصليها في الأسبوع ولا في الشهر ولا في السنة على قدر الاستطاعة يعني صلاة التسبيح هذه صلاة مشروعة جاء فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الأحاديث قال الإمام الدر قطني إمام أهل الحديث في عصره ليس في صلاة النوافر أصح حديثا من هذه الصلاة وقال جاء عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه كان يصليها وقال الدر وردي من أراد بحبوحة الجنة فعليه بهذه الصلاة صلاة التسبيح ذكرنا قبل ذلك يعني هيئتها وكيفياتها وجاء في حديثها أنك إذا استطعت أن تصليها كل يوم ففعل فإن لم تستطع في كل جمعة مرة فإن لم تستطع في كل شهر مرة فإن لم تستطع في كل سنة مرة فإن لم تستطع في عمرك كله مرة إذن فأمرها على الاستطاعة وإذا استطاع الإنسان أن يداوم عليها فذلك خير وأفضل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بهذه العبادات الكريمة الفاضلة ويتقبلها ترجمة نانسي قنقر